تزامنا مع وصول الفريق التابع للأمم المتحدة إلى الحديدة من أجل البدء بمراقبة تنفيذ اتفاق ستوك هولم تستمر الميليشيات الحوثية في انتهاكاتها وخرقها لهدنة وقف إطلاق النار جاء ذلك بعد منعها وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من زيارة محافظة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية هناك الفريق الأممي الذي يزور الحديدة سيكون أحد أولوياته الإشراف على هدنة وقف إطلاق النار وانزحاب الوحدات المقاتلة من المدينة كما ستقدم الأمم المتحدة أيضا دعما لعملية إدارة وتفتيش موانئ الحديدة ميدانيا اندلعت اشتباكات عنيفة في مديرية التحيطة جنوب الحديدة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي هاجمت بمختلف الأسلحة من محاور مختلفة قوات التحالف في محاولة فاشلة للتسلل إلى مركز مديرية التحيطة من الناحية الجنوبية فيما رد الجيش اليمني عليها بالنيران من مواقعه على أطراف مركز التحيطة الميليشيات تقوم بحشد مسلحيها في مناطق وقرى السويق والفلاح والرمية وتحاول إعادة ترتيب صفوفها لشن هجوم آخر من جهة أخرى لقي عدد من عناصر ميليشي الحوثي مصرعهم بنيران قوات الجيش في مديرية المتون غربية محافظة الجوف شمالية غرب البلاد بعد أن قامت قوات الجيش باستدراج مجموعة من عناصر الميليشيات وباغتتهم بهجوم مفاجأ العملية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار